قبل أن نتطرق للموضوع لا بد من الإجابة عن السؤال التالي اذكر أشهر الغابات في العالم جيد غابات الأمازون ممتاز الغابة السوداء رائع غابة الحجر الأحمر والآن أعزائي المتعلمين عزيزات المتعلمات لاحظوا جيدا وقرأوا عنوان النص ولاحظوا الصورة جيدا لإعطاء بعض توقعاتكم لعل من بين التوقعات التي توصلتم إليها غابات أشجارها عالية هذا ممتاز أشجار الغابة كلها مثمرة حسن جدا غابات تحترق رائع غابات أشجارها خضراء أعزائي نحتفظ بهذه التوقعات إلى حين التحقق منها في حصة لاحقة لسماعكم الجيد للنص السماعي الذي سأقرأه عليكم الآن إذن استمعوا جيدا غابات السحاب يطلق هذا الاسم على نوع من الغابات النادرة في العالم ويوجد بالمنطقة الآسيوية من الكرة الأرضية تحتفظ هذه الغابات بطبقة كثيفة من الماء فوق أغصانها فتبدو جميلة في منظرها وهي مغلفة بالضباب والسحاب ثم يتحول كل ذلك إلى قطرات الندى فتصير أنهارا كبرى تروي ملايين البشر وتترعرع عليها آلاف الأنواع من الفراشات والطيور والحيوانات والحيوانات النادرة التي جعلت من هذه الغابات موطنا نموذجيا لتوالد هذه الأنواع نادرة من الكائنات الحية تعتبر غابات السحاب موطنا عريضا وفريدا على الأرض لأنها توفر الماء للفلاحين وللمجتمعات الريفية والمدنية القريبة منها على مدار العام إضافة إلى أن هذه الغابات تساهم بشكل كبير في تغيير المناخ وتوازنه واعتداله لذا فإن الحفاظ عليها وإصلاحها ليس قضية أخلاقية أو حب في الطبيعة فقط بل هو مسألة اقتصادية حاسمة بالنسبة لملايين البشر الذين يعيشون في مناطق هذه الغابات بمساحتها الكبيرة جدا في آسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا أيضا أشكركم أعزائي على حسن إصغائكم للناس إذن عما يتحدث الكاتب؟ أجوبتكم رائعة يتحدث الكاتب عن غابات السحاب ممتاز أيضا سحابها يغطي الأشجار هذا جيد والآن أعزائي لنسمع للنص مرة ثانية وحاولوا تسجيل بعض الكلمات الصعبة حتى يتسنى لنا فهم مضمون النص تحتفظ هذه الغابات بطبقة كثيفة من الماء فوق أغصانها فتبدو جميلة في منظرها وهي مغلفة بالضباب والسحاب ثم يتحول كل ذلك إلى قطرات الندى فتصير أنهارا كبرى تروي ملايين البشر وتترعرع عليها آلاف الأنواع من الفراشات والطيور والحيوانات النادرة التي جعلت من هذه الغابات موطنا نموذجيا لتوالد هذه الأنواع نادرة من الكائنات الحية تعتبر غابات السحاب موطنا عريضا وفريدا على الأرض لأنها توفر الماء للفلاحين وللمجتمعات الريفية والمدنية القريبة منها على مدار العام إضافة إلى أن هذه الغابات تساهم بشكل كبير في تغيير المناخ وتوازنه واعتداله لذا فإن الحفاظ عليها وإصلاحها ليس قضية أخلاقية أو حب في الطبيعة فقط بل هو مسألة اقتصادية حاسمة بالنسبة لملايين البشر الذين يعيشون في مناطق هذه الغابات بمساحتها الكبيرة جدا في آسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا أيضا أحسنتم لقد توصلتم إلى استخراج المفردات الصعبة جيد النادرة تتراعرع أيضا كفيف ينطوي حاسمة جيد حاولوا شرح هذه المفردات الصعبة عنوان نصنا هو الغابة في خطر سؤالي الموجه إليكم هو كالتالي اذكر اسم غابة معروفة في منطقتك جيد جيد الأجوبة هي كالتالي نعم غابة تافغالت هائل غابة الرملات أيضا غابة المعمورة الآن أعزاء التلاميذ عزيزات التلميذات لاحظوا معي جيدا الصورة ثم قرأوا العنوان وفكروا جيدا إذن ما هي توقعاتكم لهذا الموضوع سنسجلها في الخطاطة التالية جيد أحسنتم أشجار الغابة تلطف الهواء أيضا أشجار الغابة كلها مثمرة الغابة مهددة بسبب التلوث والحرائق ممتاز توجد أنهار كثيرة بالغابة هائل الغابة مكان عيش العديد من الكائنات والآن أعزاء المتعلمين والمتعلمات سنقرأ معا النص القرائي التالي قراءة معبرة سليمة محاولين فهم مضمونه واستخراج كلماته الصعبة عنوان النص هو كالتالي الغابة في خطر تشكل الغابة مصدر رزق ونشاط اقتصادي كبيرين إنها عامل أساسي في استمرار الحياة الطيبة للإنسان على وجه هذه الأرض وتغطي الغابات ما يقرب من ثلث مساحة اليابسة وقد بدأ هذا الرقم يتناقص حسب المتمين بالبيئة والسبب في ذلك أن الإنسان والحيوان والآفات الطبيعية كالحرائق وغير الطبيعية كمخلفات المصانع تسيء إلى أجزاء مهمة من الغابات الواسعة المنتشرة على هذه الأرض وقد بدأ كل ذلك ينذر بحدوث تغييرات سريعة وخطيرة على البيئة إذ أصبحت تلوث كابوسا يهدد البشرية كلها بأكبر الأخطار وباتت الغازات الكثيفة المنبعثة من مداخن المعامل تزيد من ارتفاع حرارة الأرض مما جعل علماء البيئة يتوقعون حدوث كوارث كبرى مدرة بصحة الإنسان إنه وتمادى في إهمال حماية الغابات الواسعة التي تحيط به وأصر على الاستمرار في اجتثاف أشجارها أعزائي المتعلمين وبعد أن قرأنا النص قراءة جيدة سنجيب على السؤال التالي عما يتحدث الكاتب في هذا النص؟ من دون شك أنكم توصلتم إلى الأجوبة التالية يتحدث الكاتب عن أهمية الغابة بالنسبة للإنسان جيد؟ أيضا يتحدث عن الأخطار التي تتعرض لها الغابة الآن أعزاء التلاميذ عزيزات التلميذات سؤالي لكم في الفهم ما هو الخطر الذي يهدد الغابة؟ نعم الخطر الذي يهدد الغابة يقمن في انتشار الحرائق هائل أيضا مساهمة الإنسان في تلويث البيئة ممتاز مخلفات المصانع والمعامل أعزاء الصغار كما أعتقد أنكم سجلتم بعض المفردات الصعبة من قبيل المنبعثة جيد كابوسا ممتاز مخلفات اجتثاث أحسنتم تمادى يرمي هذا الدرس إلى تحقيق هدفين رئيسيينهما أولا تحديد طرق انتقال الأمراض المعدية مثل الزكام الرمض الإفلوانزا إلى آخره من الأمراض الأخرى ويهدف أيضا إلى التعرف على الأعراض والعلامات التي تدل على الصحة أو المرض قبل أن نشرع في تقديم هذا الدرس لا بأس أن نتذكر بعض المكتسبات السابقة ما هي أعضاء الجهاز التنفسي؟ لنفكر جيدا أحسنتم أعضاء الجهاز التنفسي هي الأنف القصب الهوائي الرئتان إلى آخره لمعالجة الموضوع الجديد سوف ننطلق من الوضعية التالية لنقرأ معه أصيب أحمد بمرض فزار الطبيب فنصحه بأن يلذم البيت إلى أن يشفى ولكنه خالف توجيهات الطبيب وخرج للعب مع أصدقائه في الحي في اليوم المواني أصيب أغلبية أصدقائه بنفس المرض أعيد القراءة أصيب أحمد بمرض فزار الطبيب أعيد القراءة أصيب أحمد بمرض فزار الطبيب فنصحه بأن يلذم البيت إلى أن يشفى ولكنه خالف توجيهات الطبيب وخرج للعب مع أصدقائه في الحي في اليوم المواني أصيب أغلبية أصدقائه بنفس المرض في نظركم ما هي السلوكات الجيدة التي قام بها أحمد وما هي السلوكات الغير جيدة سنحاول إدراجها في الجدول التالي السلوكات الجيدة كانت هي زيارة الطبيب نعم عندما نمرض علينا أن نزور الطبيب أما السلوكات الغير جيدة فكانت خروج أحمد إلى اللعب إذن أحمد لم يلتزم بنصائح الطبيب إذن من خلال هذا السلوك الغير جيد في نظركم ماذا سيترتب عنه من مضاعفات لأصدقائه؟ ماذا ترتب عن خروج أحمد من المنزل؟ جيد أصيب أصدقائه بنفس المرض بعد فهم هذه الوضعية ما هي الأسئلة التي يمكن طرحها؟ لنفكر معاً لإيجاد أسئلة مناسبة يمكن طرحها في هذا الموضوع ممتاز هل المرض الذي أصاب أحمد معدن؟ أحسنتم كيف انتقل المرض من أحمد إلى أصدقائه؟ بعد أن طرحنا كل هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عنها بطرح بعض الفرديات الفرديات الأولى المرض الذي أصاب أحمد هو مرض معدن الفرديات الثانية انتقل المرض إما عبر الهواء أو عبر اللمس سوف نتحقق من هذه الفرديات بالنسبة للفرديات الأولى سنعود لوضعية الانطلاق بما أن المرض الذي أصاب الأصدقاء هو نفسه الذي أصاب أحمد إذن نستنتج أن المرض معدن أما بالنسبة للفرديات الثانية فسنتحقق منها من خلال هذه الفطاطة طرق انتقال العدوى تنقسم إلى قسمين العدوى المباشرة والعدوى غير المباشرة العدوى المباشرة تكون إما عن طريق لمس المريض مباشرة أو عن طريق اللعاب واسطة السعال أو العطس مثلا أما العدوى غير المباشرة فتكون إما عن طريق الطعام والشراب أو عن طريق الهواء أو عن طريق ملامسة أدوات المريض كالألعاب أو الأدوات المدرسية وفي الأخير نستنتج تنتقل الأمراض المعدية عن طريق ملامسة المصاب بالمرض السعال وتختلف أعراض كل مرض معدن عن غيره المدرسية السمينة السريق أ MIAM Des arbres, une forêt Le titre de ce texte est Un petit garçon au pays des arbres Ce texte a été écrit par Jean-Marie. Il a été tiré de son livre Voyage au pays des arbres. Alors, à ton avis, à partir du titre, de l'image et de la référence, de quoi va parler le texte? Tu as trouvé la réponse? On va vérifier en lisant le texte. Je vais lire le texte. Tu es prêt? Écoute et suis avec moi. Un petit garçon au pays des arbres Les gens qui ne savent pas écouter les arbres disent que les forêts sont silencieuses. Mais dès que l'enfant siffle et qu'il siffle bien, comme un oiseau, il commence à entendre le bruit que font les arbres. Il y a des craquements de branches qui se dressent, des feuilles qui se mettent à trembler. Il y a surtout des bruits de sifflements parce que les arbres répandent. Ça, c'est le langage des arbres. Si tu ne fais pas attention, tu peux croire que ce sont les oiseaux qui sifflent. L'enfant a compris que les arbres vivent et réagissent. Maintenant, on va expliquer les mots suivants. Je vais t'aider à les comprendre. Tu comprends le sens de ces mots maintenant? On lit le texte et on relève les expressions qui montrent que la forêt n'est pas silencieuse. Tu as trouvé la réponse? Les expressions qui montrent que la forêt n'est pas silencieuse. Le bruit que font les arbres. Des craquements de branches. Des bruits de sifflements. Les oiseaux qui sifflent. Je lis. Et je relève le contraire du mot silence. Tu l'as trouvé? Il y en a plusieurs, n'est-ce pas? Bruit, craquements, sifflements. Bravo, tu as fait du bon travail. Maintenant, lisons ensemble. Je lis avec toi le premier paragraphe et tu continues seule. Allons-y. Les gens qui ne savent pas écouter les arbres disent que les forêts sont silencieuses. Mais, dès que l'enfant siffle et qu'il siffle bien, comme un oiseau, il commence à entendre le bruit que font les arbres. C'est à toi de lire à haute voix. Bon travail! Pour se préparer à la prochaine séance, tu vas chercher des mots en relation avec la forêt. Pour t'aider dans ta recherche, tu peux répondre à ces questions. Qui vit dans la forêt? Qu'est-ce qu'on fait dans la forêt? Qu'est-ce qu'on trouve dans la forêt? Qu'est-ce qu'on trouve dans la forêt? Qu'est-ce qu'on trouve dans la forêt?